مصر من قولة الدول اللي صدقت على الاتفاقيات الدولية واللي لديها إطار تشريعي قوي جداً ولكن المشكلة في إنفاذ هذه القوانين واحد اتنين تعريف حقوق تعريف عملت الأطفال لأن أعتقد عملت الأطفال في سن مبكر جداً خمس وسبع وتمن وعشر سنين ده مرفوض لكن إحنا بنقول أن الطفل يتعلم مهارة أو يتعلم قيمة العمل ويثمنه في سن مبكر دي حاجة بالعكس إحنا بنشجعها ولكن لا يترك التعليم لا يعمل يوم كامل لا يعني يكون في بيئة عمل آمنة ده بعد ما يصل إلى السن الدولي اللي هو 13 و14 إحنا بنناقش قضية مهمة جداً مش بس على مستوى مصر ولكن على مستوى العالم كله وهي قضية مكافحة عمالة الأطفال أو مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال إحنا انطلقنا هنا من منطلق الاستراتيجية الوطنية لوضعتها الحكومة المصرية 2018-2025 علشان نعمل أنشطة مواذية من خلال مشروعنا الخزم ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال الأنشطة بتاعتنا اللي احنا بنشتغل عليها هي أنشطة ميدانية وأنشطة كمان لها علاقة بالتشريعات وأنشطة لها علاقة كمان بتحالف 8.7 وده تحالف أنشأ سنة 2017 هذا التحالف بيضم حتى الآن 231 شريك من 26 دولة منهم دول عربية ودول أفريقية ودول أوروبية